أخبارنا ومتابعتنا لأخبار الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الاستعدادات بتجري في هذه المرحلة وتستأنف التدريبات غدا إن شاء الله بعد الراحة السلبية لمدة أربعة أيام عاقب نهاية معسكر الفريق في الإمارات والعودة من هذا المعسكر مساء الأربعاء الماضي بالفعل بعد حصول الفريق على راحة بيقرر الجهاز الفني أنه تبدأ التدريبات وتستأنف غدا إن شاء الله الاثنين استعدادا للمرحلة المقبلة في دور الأبطال الأفريقي لكرة القدم وهي مرحلة بلغة الأهمية وانطلاق مباريات الفريق ومواجهات دور المجموعات والمباراة المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي يوم 29 من نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا طبعا من فكر حضراتكم مرة تانية أن الجهاز الفني كان قرر بالفعل خوض مباراتين ودياتين خلال فترة التوقف الحالية للدوري وفض على حالة الفريق وتركيزه والتوب فورم الخاصة بالأداء والجانب البدني والفني والخططي والتاكتكس الخاصة بالفريق اللي بيطبقها الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر المدير الفني والحفاظ على جهازية الفريق لاستئناف المباريات سواء المحلية في الدوري الممتاز أو في منافسات دوري الأبطال الأفريقي طبعا بيبدأ الجهاز الفني والإداري الجهاز الإداري للفريق الأول في النادي الأهلي بدأ إجراءات ما يتعلق طبعا باستخراج الأوراق والوثائق والتأشيرات الخاصة بالسفر إلى تونس والاستعداد لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري على استاد رادس في افتتاح مشوار الفريق في دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وكانت في اتصالات والكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة وأيضا الكابتن سامير عدلي المدير الإداري كانوا أجروا عدد من الاتصالات بالمسؤولين في المصريين في تونس تحديدا المسؤولين في السفارة المصرية في تونس من أجل الوقوف على كل التفاصيل والاستعدادات لاستقبال بعثة النادي الأهلي قبل هذه المباراة إن شاء الله اللي هتجرأ أو هتقام يوم 29 من الشهر الجاري والاتفاق على كل التفاصيل والترتيبات الخاصة بهذه الرحلة قرأة دوري المجموعات وضعت النادي الأهلي على رأس المجموعة التانية اللي بتضم النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم من زمبابوي الأهلي حريص الجهاز الفني ونجوم الفريق الأول في النادي الأهلي حريصين على متابعة والاهتمام بشؤون زملائهم المنضمين للمنتخبات الوطنية سواء منتخبنا الوطني الأول أو المنتخب الأولمبي المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر تحت 23 سنة وأيضا استعدادات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للمباراة القادمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية ترجمة نانسي قنقر